في ليلة أمس منتخب المغرب للفوتسال المشارك في بطولة المكسيك 2023 اكتسح منتخب تشيلي في الجولة الثانية 6 مقابل 1 بعد ما فاز على منتخب البرازيل في الجولة الأولى 5 مقابل 2 وتأهل منتخب المغرب للفوتسال الفريق المشارك في هذه البطولة إلى ربع نهائي كأس العالم في فوزة 2023 مليون مبروك لمنتخب المغرب وإن شاء الله يكمل في باقي البطولة هقولك في الفيديو ده على نتائج مباريات الجولة الثانية بالكامل ترتيب المجموعات الأربعة المتأهلين رسميا إلى ربع نهائي كل التفاصيل اللي تخص مباريات الجولة الثالثة وخاصة مباراة المغرب والهند في الجولة الأخيرة السلام عليكم ورحمة الله عندي سؤال مهم جدا للمتابعين اللي من المغرب المتابعين اللي بيشجعوا منتخب المغرب المشارك في هذه البطولة تحب تواجه مين في ربع نهائي أنت أمام مواجهة محتملة إما تواجه فرنسا وإما تواجه إسبانيا هل أنت كمتابع مغربي تحب تلاعب في ربع نهائي منتخب فرنسا أم منتخب إسبانيا يريد كله يشارك في قسم التعليقات من تحب أن تواجه في ربع نهائي كأس العالم للفوتسال بالمكسيك هل المغرب وفرنسا هل المغرب وأسبانيا بالنسبة للمتخب المغربي الحمد لله في الجولة الأولى والجولة التانية مباريات في منتهى القوة والروعة فريق متمكن مهارة عالية تزديدات وكل شيء في لعبة كرة القدم الخماسية أو الفوتسال أو كرة القدم المصغرة الفريق المغربي المشارك في هذه البطولة بيعمله بسم الله ما شاء الله فاز على اسم كبير زي البرازيل واسم كبير زي تشيلي فرقتين ومنتخبين في عالم الكرة وفي عالم حب الشعوب عندهم للكرة كبير جدا لكن منتخب المغرب قدر يفوز عليهم الاتنين لو جيت أقولك أن الجولة التانية انتهت بالكامل أفكرك المجموعة الأولى اللي بتضم المكسيك وأوروجوي وكندا وبوليفيا اتلعب فيها جولتين الجولة الأولى كندا فازت على بوليفيا تسعة مقابل اتنين وأوروجوي بتفوز على المكسيك في الجولة التانية أوروجوي بتفوز على بوليفيا تسعة مقابل اتنين والمكسيك بتتعادل مع كندا اتنين مقابل اتنين مباريات الجولة التالتة والأخيرة في المجموعة الأولى عندنا مباراة ما بين المكسيك وبوليفيا وكندا وأوروجوي الترتيب الحالي للمجموعة أوروجوي في الصدارة ست نقاط كندا في المركز الثاني أربع نقاط المكسيك في المركز الثالث نقطة واحدة وبولوفيا صفر من النقاط ده بالنسبة للمجموعة الأولى نروح للمجموعة التانية اللي بتضم أستراليا وفنزويلا وبراجوي وأمريكا وأستراليا أيضا اتلعب فيها جولتين الجولة الأولى أمريكا بتفوز على أستراليا خمسة مقابل أربع وبراجوي بتفوز على فنزويلا اتنين مقابل لشي في الجولة التانية أستراليا فازت على فنزويلا 2 مقابل لشيء وبراجوي بتضرب أمريكا 11 مقابل 2 يتبقى جولة ثالثة وأخيرة في هذه المجموعة إن شاء الله أمريكا ستواجه فنزويلا وأستراليا ستواجه براجوي الترتيب الحالي للمجموعة التانية براجوي 6 نقاط أستراليا 3 نقاط أمريكا 3 نقاط وفنزويلا 0 من النقاط أما بالنسبة للمجموعة الثالثة اللي تهمنا كتير لأن منافس المنتخب المغربي في الربع النهاية هيكون من المجموعة الثالثة المجموعة الثالثة اللي بتضم إسبانيا وممثلة بالإقليم أو فريق كتالونيا أيضا بالإضافة إلى بيرو وكولومبيا وفرنسا في الجولة الأولى كتالونيا أو إسبانيا بتفوز على بيرو 5 مقابل لشيء وكولومبيا بتضرب فرنسا 10 مقابل 1 في الجولة الثانية كولومبيا بتفوز على إسبانيا 6 مقابل لشيء وفرنسا بتفوز 3 مقابل 2 على بيرو بعد مباراة توقفت كثيرا وكان فيها توقف يعني دام لأكتر من نصف ساعة ولكن فرنسا بتفوس ثلاثة مقابل اثنين عندنا جولة قوية جدا جولة سالسة وأخيرة وحاسمة في هذه المجموعة فرنسا ضد كتالونيا أو إسبانيا كولومبيا ضد بيرو الترتيب الحالي للمجموعة الثالثة كولومبيا في الصدارة ست نقاط إسبانيا ثلاث نقاط فرنسا أيضا ثلاث نقاط بيرو بدون نقاط التاني في هذه المجموعة أو صاحب المركز التاني في هذه المجموعة الثالثة سيواجه المنتخب المغربي في دور ربع النهائي هناك مواجهة قوية جدا بين فرنسا وإسبانيا في الجولة السالسة من يفوس فيهم أو من يتغلب في هذه الجولة السالسة فرنسا وإسبانيا يواجه المنتخب المغربي في ربع النهائي بالنسبة للمجموعة الرابعة اللي بتضم منتخبنا المغربي فريقنا المغربي والبرازيل والهند وتشيل في الجولة الأولى المنتخب المغريبي فاز على البرازيل 5 مقابل 2 وتشيلي بتفوز على الهند 2 مقابل 2 رحنا للجولة الثانية اللي تلعبت به الصباح أو فيه المساء متأخرا المغرب بتفوز على تشيلي 6 مقابل 1 والبرازيل بتفوز على الهند 2 مقابل 3 ليصبح ترتيب المجموعة الرابعة بعد نهاية الجولة الثالثة المنتخب المغريبي في الصدارة البرازيل في المركز الثاني 3 نقاط تشيلي في المركز الثالث 3 نقاط والهند في المركز الأخير الصفر من النقاط ينقصنا جولة أخيرة في هذه المجموعة المغرب ضد الهند والبرازيل ضد تشيلي مباراة المغرب ضد الهند ستكون إن شاء الله فجر اليوم الساعة يعني خمسة مساء بتوقيت المكسيك يعني ثلاثة صباحا بتوقيت القاهرة اتنين صباحا بتوقيت المغرب المتخب المغربي مقابلة تاهم على الهند بتحصيل حاصل فهو تصدر المجموعة بالفعل بعد فوزه على البرازيل وتشيلي وبالتالي مواجهة البرازيل وتشيلي هي اللي تحدد المتآهل رقم اتنين من هذه المجموعة خلف المنتخب المغربي إذن المتآهلين رسميا حتى الآن إلى ربع النهاية أورجوي ست نقاط براجوي ست نقاط كولومبيا ست نقاط والمغرب ست نقاط أربع منتخبات تصدروا مجموعتهم وفازوا في المباراتين الأولى والتانية في الجولة الأولى والجولة التانية والأربعة تأهلوا بالفعل رسميا إلى ربع النهاية أورجوي باراجوي كولومبيا والمغرب عايزين أربع منتخبات تانيين هنعرفهم بعد نهاية الجولة التالتة أقولك الأربعة اللي متبقيين هيكون منهم واحد ما بين البرازيل وتشيلي ما بينهم مواجهة في المجموعة الرابعة البرازيل أو تشيلي وعندنا أيضا مواجهة في المجموعة التالتة ما بين إسبانيا وفرنسا أيضا هناخد منهم منتخب إسبانيا أو فرنسا وعندنا منتخب أيضا من المجموعة التانية إما أستراليا او امريكا وعندنا منتخب من المجموعة الاولى اما كندا او المكسيك يبقى تعرفنا على اربعة بشكل رسمي وعايزين اربعة من اربع مواجهات هيكونوا مهمين جدا في الجولة التالتة اكتب لنا توقعاتك للاربعة التانيين المتاهلين الى ربع النهاية بالاضافة الى اوروجوي وبراجوي وكلومبيا والمغرب بالنسبة لسؤال حلقتنا سألناه في اول الفيديو انت كمغربي انت كمتابع عربي انت كمتابع افريقي لمنتخب المغرب المشارك في هذه البطولة تحب تواجه فرنسا او تواجه اسبانيا لان المجموعة الرابعة هتكون مع المجموعة التالتة في ربع النهاية والمجموعة الاولى هتكون مع المجموعة التانية اعتقد المنتخب المغربي قادر اذا واجه منتخب فرنسا او واجه منتخب اسبانيا ان يفوز عليه ويتأهل الى نصف النهاية لان شفنا منتخب فرنسا خسر في المباراة الاولى بنتيجة كبيرة وفي المباراة التانية اللي توقفته ومنتخب بيرو كان عنده مشاكل في التواجد في الملعب ولكن قدر منتخب فرنسا يفوز ثلاثة اتنين ويعني يخلي ليه حظوص في الجولة التالتة ايضا منتخب اسبانيا هو ممثل باقليم كتالونيا او بفريق من كتالونيا منتخب اسبانيا في المباراة الاولى فاز على بيرو خمسة وفي المباراة التانية استقبل ست اهداف من كولومبيا وبالتالي المنتخب المغريبي لو جينا انقرنوا باسبانيا وفرنسا في هذه البطولة هنلاقي الاستقرار موجود عند المنتخب المغربي باسم الله ما شاء الله فريق مميز جدا وهسيب لحضراتكم اسماء اللاعبين المغاربة اللي بينشطوا في البطولة البلجيكية شباب مغربي يعني بيحب بلده كتير بيرفع اسم بلده في هذا المحفل العالمي بطولة كأس العالم للفي فوزة المكسيك 2023 اسماءهم على الشاشة اتمنى تدعمونا بلايك للفيديو اشتراك في القناة عشان نستمر في متابعة الاحداث الرياضية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر